معكم وعلا وسلام وعلا وسلام وعلا وسلام عليكم بعد معناة شركة آلوب عن تطبيق اللايت روم خاصة النظام الاندوريد هده نستعرض معكم التطبيق ونستعرض اهم المميزات وتطعون وكافية استخدامه بالتأكيد التطبيق مش بيجي مجاني لانه بيدمجلك مساحة سحابية او بيقدر تربط ما بين البرنامج اللايت روم موجود عندك على سطح المكتب وما بين التطبيق طبعا الشركة بتديك مدة تجربية تلاتين يوم بتقدر تستخدم فيوم التطبيق آآ بشكل كامل بعد التلاتين يوم بيطلب منك انك تبدأ تشتري التطبيق او تبدأ تفعله آآ تطبيق مساحته بسيطة جدا مجرد آآ تشغيل وهيبدأ يطلب منك حساب آآ آآ هتبدأ تنشأ الحساب لو انت لسه ما عندكش حساب او هتبدأ تسجل دخولك للحساب عن طريق الادوب اي دي والباسه هيبدأ يحاولك الوجه بالمنزر ده كده هيبدأ يطلب من هناك قادة فوتو هيبدأ آآ انك تبدأ ترفع صور للبرنامج او للتطبيق ده غير ان التطبيق يقدر يعمل او استيراد للصور بشكل تلقائي الموجود على الجهاز بشكل كامل طبعا كمان التطبيق بيوفر لك انه يعمل او انه يبدأ يعمل المزامنة ما بين الصور يبدأ يرفعها على مساحة السحابية الخاصة بي ده لان انت حاب تخش على الادات الخاصة بالتطبيق تبدأ ضغط على الايكون الخاصة بلايات روم هنلاحز ان بدأ يظهر الاسم والايميل ويبدأ يظهر لك المدة التجربية زي ما وضح ببقية تسعة وعشرين يوم تماما تقدر تحكم ازا كان التطبيق ايه بدأ يعمل سينك او يبدأ يعمل مزامنة للصور آآ تتحكم كان تطبيق يبدأ يجمع معلومات طبعا دي معلومات خاصة بالتطبيق وفي الاخر بيبدأ ايجي لك آآ الخاصة بيك حوالي اربعة ونص جيجا بايد تمام دلوقتي هبدأ اعمل الاستراد لاي صورة ما هيكون دلوقتي بدأت اضفت صورتين او اخترت صورتين يتم اضافتهم للتطبيق من جوار ده هنبدأ اضيف صور هيبدأ اظهر لرسال ان تم استراد الصور طبعا برنامج هتلاقي معك بطيء لحد ما في التعامل طبعا هتبدأ تشغل عشان تختار الصور دول الصورتين انا اخترتهم عشان ابدأ امساحهم وايبدأ اعيد ترتيبهم وتقدر تعمل تادر تعمل تقدر تعمل تشغلهم تقدر تعمل لهم شيئيا طبعا بادي يبدأ اتعدل فيهم لها اليكن الصورة دي طالعا محتاج هيبدأ اعدلها فابدأ اضغط عليها لو هيكون صورة دي ما حتى ابدأ اعديهاol desconfer 끝나ة فابدأ اضغط على الصورة هيبدأ اظهار للمجموعة من الايكونات تاحت فابدأ الاول ايكوناع على الجهات الشمال ابدا تغطي على ستحكم في وائد بانس ومجموعة من الاعادات تانية الى اخره. طبعا لو ضغطت مسلا على الويت بالنس من هنا ممكن اختار اوتو ممكن اختار اس شوت. اقدر اتحكم فيها. ممكن اختار سليكتور. تمام? الى اخره. تمام? فيه كمان عندنا مجموعة من العداد التانية. اقدر اتحكم فيها. تقدر تضيف مجموعة من الفلاتر. او تبدأ اه تعدل في الصورة. ممكن الكلر. لو هيكون اه دي مسلا. اللاحز ان الصورة معنا بتضغير. تمام? طبعا بلا كان دويت. اقدر اتحكم فيها. التطبيق هتستنى فترة او هياخد وقت منك في تطبيق الفلاتر او الاعدادات او تغيير الاعداد الخاصة بالصورة. لو انت مبايلك ضعيف او حد ما ضعيف. هتبدأ اه تنتظر عليه فترة. ما تحاولش تعمل اكتر اعداد في نفس الوقت. عشان الموبايل ممكن يهنج منك. تمام? طبعا بالاضافة انك هو تتحكم في حجم الصورة. ممكن خلال اربعة في تلاتة. تنينة في تلاتة. تتحكم في الجزء اللي هيتم اكتطاعه او قصه. تمام? لكن السورة المحتاجة كده ممكن بعد كده اقدر اضغط على الايكونة ديت. ومن خلال اقدر اعمل ابدأ اه اصايفها للجال اللي الخاص بيجي النظام. تمام? طبعا لو انا حابب ارجع على اي خلط وبابدأ اضغط على الايكونة ديت. تمام? زي ما وضحت انا اقفل خاصية المزمنة فتضغط على الايكونة ديت. لو انت حابب تبدأ ترفع على الصور او تعمل لها سينك على الانترنت التام او على المساعة التخزينية الخاصة بي. ودي جات اه مراجع سريع للتطبيق او استعراض لمميزات التطبيق طبعا التطبيق هيوفر لك مجموعة من الادوات اللي كنت تستخدمها على على سطح المكتب او على الجهاز والكمبيوتر. ان انت بس محتاج تقدر تعرف الاعدادات ديت موجودة فين او تقدر توصل لها من هنا عن طريق انك تبدأ تضيف صور تبدأ اه تجرب فيها او تبدأ تحاول تستخدم التطبيق. طبعا التطبيق اه تقدر تحمله بشكل مجاني او تقدر تثبته على مبالك الاندرويل او تابت بشكل مجاني. كل عليك هتتخش بس على الرابط الخاص بالتطبيق اللي هيكون سايبه طبعا في الموضوع على الموقع وبعدها تقدر تثبته كل سهول. ده كان موضوع النهاردة بالتأكيد لو الفيديو عاقبك تدر تعمل لايك لو اه او ما شفنا على اليوتيوب تدر تعمل تسابسكرا لقاطنا على اليوتيوب عشان تابع الفيديوهات اللي نزلها بشكل يومي. بالاضافة انك تدر تتابعنا على الفيسبوك تويتر انستجرام كما تدر تزور موقع عشان تابع كل موضوع اللي نزلها بشكل يومي اللي غالبا ما نكونش فيها فيديوهات. طبعا جميع روابط هتلاقيها في اسفل الفيديو في الوصفة او في ده كان موضوع نهاردة وده كان فيديو نهاردة ربك نوصل الفكرة كم معكم عناصر موقع عرف نيتكم